موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائينا الكرام في فيديو جديد نتعرف اليوم على قائمة المنتخب الجزائري المتوقع لشهر سبتمبر حيث يخوض المنتخب الجزائري مباراته الأولى للتنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا الكودفور مع العلم أن المنتخب الجزائري قد تأهل رسمين ويخوض مباراته تكملات الجولة الأخيرة ويخوض مباراة أخرى والدياس صعبة ضد المنتخب السينيقالي بطال كأس أمم إفريقيا الماضي في العاصمة السينيقالية داكار مع العلم أن القائمة المتوقع للمنتخب الجزائري التي سوف يعلن عنها الكورت الجمال بالماضي بعد أيام قليلة حيث سوف يعتمد الكورت الجمال بالماضي في حراسة المرمى الثلاث حراس هما بومبوت مانديريا وزغبة في الدفاع على بولفر هامتن راية ايت نوري زدين بالعيد لعب اتحاد العاصمة كيفن قيتون جوان حجام لعب ناجي نونت محمد توقاي لعب ناجي الترجي التونسي يوسف عطال لعب نيس الفرنسي أحمد طوبا لعب ناجي إليتشي الإيطالي المنطقة الحديثة إليه رامي بن سبعيني لعب روسيا دورتمن إيسا مانجي لعب ناجي فياريال أمير سايود وحامد عبداللي لعب ناجي عنجي الفرنسي في الدرجة الثانية حسام عوار لعب ناجي روما الإيطالي نبيل بن طالب المنطقة الحديثة لناجي ليل الفرنسي هشام بوداوي لعب ناجي نيس الفرنسي رامز زروقي لعب فاينورد الهولندي محمد أمير عمورة ننتقل لدورة بيجيكي حديثة عدم ناسنا لعب ناجي الفرنسي بغداد بنجاح لعب ناجي أسلط القطري إسلام ثليماني لعب كورتينا البرازيلي المنطقة الحديثة إليه سايد بن رحمة النشط في البريمالليغ مع ناجي ويستهام فرشايبي لعب ناجي تولوز وبدرجين بوعناني لعب نيس الفرنسي ورياض محرز لعب ناجي الأهلي السعودي بتوفيق للمتخب الجزائري في قادم الاستحقاقات وقادمة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد